السلام عليكم البنات كديري اللي بس عليكم تنتم بنا تكونوا كاملين باخروا على خير قبل ما ندزلوا الصفاء غدين قول لكم تحشتكم البنات كيفما تحشتوني شكرا لكم الله يكبر بكم بالنسبة لبنات السفطولية السولو فيها تنقول لهم شكرا لكم بزاف الله يكبر بكم يوم ما نجيتكمش فيديو خاوين جيتكم بميني بسطلة بحوشوها خاطيرة المكونات نتع اقتصاد يلقوهم فيها قليل ولكن خاطيرين البنات غدعتكم طريقة الاحتفاظ في المجمد ممكن تخدموهم البنات هكو اللي تعتمدوهم كمشروع مربح او اللي تاخدو بهم لكمونت او ممكن تصايفوهم لريازكم فاول حاجة غدين اخدو مسكيلو انتع سدر الجج اللي خديتو دفتليه جوش تلمعالقات نتع الموتارد وجوش تلمعالقات المايونيز او اخططو حطا في طبافة اللاجة ليلة كاملة مالبعد لغدليه تنج بدو تنضيف ليه البزار والملحة وسكين جبير على حسب تدو قلبنات هدوم المكونات البزار والملحة وسكين جبير ودوك جوش المعالقات الموتارد وجوش المعالق نتعو المايونيز الصفوفة والملحة ما نكتروهاش حنت باقي غد نضيفو شح الملحة جمالحة انا اخدو رسرت واحد القاملة نضيف لها بصلا كبيره مش نفا شوي ينتعي الزيت وتنضيف عليها هناك الدجاج وكاس الوميى ونضيف للعمقاته عليها عفيا مهيلا حتي تطيب هدا أوصدر الجج بالنسبة اللي بنات اللي ما يبغوش يديروا صدر جاج را ممكن تديروا جاجة لبناتي تديروا جاجة في بلاست صدر جاجة انا درت صدر جاج في الثلطة هكا قبل ما نبدأ نحيد في العظام إلي عندكم جاجة را ممكن تديروها بنفس الطريقة حتى يتاخدوها وتترقدوها والغد لي عدد طيبوها سفي مني انطب دك صدر جاج تناخدوه تنحيدو من القميلة وتنخلي غير ديك الضغميرة لبنات تنحيد دك صدر جاج اللي بنكلي في البصلها كزيس عمع را تنزولها تنخليها في قميلة وتنخلي دك صدر جاج جانبا تناخد ديك الضغميرة وتنضيف لها علبا طاعت الفطر اللي مصفى من الزيت وتردها في قلبوطة مع تحريك المستمرة لبنات من بعد تنضيف ثلاثة انطوع الفرماجات حتى الاربعة من ثلاثين وانا تنحرك مزيان في ديك الضغميرة را ما نسيت الفيديو ما حتتوش لكم المقطع اللي عدرت فيه الفرماج المكلت المؤمن يذكرتو لكم وتنحرك مزيان ديك الضغميرة مع داك الفطرة حتى تتعلك مزيان مع داك الفرماج المكلت كيف مما قلت لكم مل تلاتة حتى الاربعة او لخمسات القطاع المؤمن تومه باش مما كترتو الفرماج باش مما تجيزوينا الحشوة سوف ناخد شعرية كبيرة مرتبة في المام وتنضيفها على داك الضغميرة وتنقطعها بالمقسم مزيان تنضيف واحد اربعان توقع المعلق انتو على سلصة السوجة اللي تتكون جارية ماشي العقدة هذه الجارية تنضيف اربعات توقع المعلق سوف تنحرك مزيان ديك الشعرية فوق البوطة ترده فوق البوطة تنعود رده ونحركها مزيان حتى تتشرب ديك التغمير سوف تتكون عادي الحشوة تتكون وجدات كيف ماشيتها البنات ما تتحتاش التوابل بزاف ما تتحتاش المكونات بزاف وصدقوني تتجيو حشوة اللي هي بنينا بزافة البنات والله غير جربوها وغادي تشكروني عليها من بعد تناخد صدر الجاج وتنفتو يعني اخديت هذا صدر الجاج اللي طيبت اولا ممكن تديرو صدر بيبي اولا كيف مما قلت لكم ممكن تديرو جاج المهم انتو ما لني عندكم البنات يجيرو هنا ايا نيا خدمت غير بصدر الجاج سوف تنفتتو مزيان وتنخلطو مع تلك الشعرية بالنسبة للبنات اللي يدرتو الشعرية هذي المربع مكتوبة بالحمر. هذي المربع صغيرة مكتوبة بالحمر هذيك راتي تحتاج المسخون إذا قدرتو الشعرية الزرقة هذي كراكيف مثلا نقول لكم دائما رات نجي لها غير المابرد حنت إذا قدرت لها الماسخون راتت على الصدى البنت ماتجيش زوينة بالنسبة اللي أنا خدمت بها ذيك الشعرية اللي هي مربعة حمرين هنا يبنوا لكم هي ديها غطوا الكاميرا المهم ما تجيو شعرية صفيتا ناخد ذيك الشعرية وتنظيف لها ذاك الجج وغادي نديرها في شيئانية اللي هي كبيرة وغادي نخلطها حنت ما رفدت شلي هذيك ذاك الخالص مويمين هدرتها في القصرية وتنخلطها مزيان هكا بشي يدخل ذاك الدجاج مع ذيك الشعرية مع ذاك الفتر إلي عندكم حتى الفتر الأسودة اللي بنا تضيفه غادي تضيفه في المرحلة اللي يضفنا فيها الفتر المعلب هنا تناخد اولا حتى الفتر الطريس صراحة يجي في هذي الحوشوة زوينة هنا غادي ناخد الفرماج حمر محكوك 100 قرام تاعت الفرماج حمر و100 قرام الموزاريلا باش مكترتو الفرماج باش مكترتو الفرماج باش مكترتو الحوشوة مع الكا وزوينة اللي ما عندوش هكو باي سايبها غير الوليدات وهاتر واحد شوية نتاع الفرماج محكوك تقريبا واحد شوية محكوك وصافي اللي موجود عندكم يا حمر يا موزاريلا اللي كان راح نرادرنا في ديك الدغميرة نرادرنا الفرماج متل تراتيع تل بنا صافينا يا تناخد الورقة انا دائما تنقول لكم تنخدم بالورقة نتاعت البخارية باش تنخدم تتصبر تنشريها قبل تنجريها في المجمد وقت ما بغيتها نخدم بيها راتا نجبدا ايه ما تديروش هكا الورقة كتيرة في الميكا اللي بيجي بدو باش متخسرش لكم غير تديرو القياس متلا تتاخدو شوفو انتو ما ش باي قدكم متلا تتاخدو الكيلو قسمو على الاربعة وحتفظو به فمكا تاكف المجمد فاش تبغيو تخدمو بيا راتا تجبدوا حتى تتلقو تتخدمو بيا المهم هو ما تعودوش تردو عليه المجمد راتا تبقى مزيانه وكا حتينا مصافر شي حد ممكن يتدع معاه واحتفظ بها في المجمد را ما تيوقع عليها والو بالنسبة للبنات اللي ما تتكونش عندهم في كينين بعد الدول اللي ما تتكونش فيهم ممكن تاخدوها وتحتفظوا بها في المجمد را تتبقى مزيانه صف هنا ايه تنجيب الورقة انا قسمتها على 4 تطاعتين يموت للاتات كل ورقات تخرج لي اربعة انتوع البسطيلات انا يميني بسطيلات تجوز وين ينصر حتياج مني انا هاد القياس سناخد الايطار سنجيب د 큰 ورقاتين دهنا بالزيت دائما سنقول لكم تندهن غير بالزيت النباتية انا بغيتو تجيوكم الورقة مقرمشة بغيتو الدهنو بالزبدة دهنوا بالزبدان تاعت التوريك ما تدهنوش بالزبدالعادية را تطلق لما لبناتو دهنو بالزبدان بتاعت التوريك ما تكونش في علماء تجيب لكم الورقان تاعتكم مقرمشة تنخدم بهاها لبسط لا صغارة تنخدم بها لبسط لكبر صراحة تيجو مقرمشين وخطيبهم قبل ويبقى واحد المودة اللي طويلة تتبقى ديك الورقة كرم شبح اللي ما عارتها جدرتوليها هي رغير ديك الزبدان تحت طريق هذا السر اللي بنات هني عططوليكم غير ما تنسونيش من لايك راني قبر تعالي القناة واحد المودة طويلة ومن البارتاج هكا باش يطلعوا الفيديوية ونحط لكم ان شاء الله اقتراحتها كالرمضان ليكونوا ساهلين حشوات اللي تكتبوهم وتحتفظو بهم ينفعوكم ان شاء الله هناك فيما تتشوفو تنقطع من الجنبة الورقة الخدمة اللي تنخدم دائما تنجي بدك تتريف تنجيرو في الوسط تندهن بالزيت النباتية تنحط لحوشوان تاعي وتنجمع عليها لو بسيط لها كتنجمعها بحال شكل كموسة تنقطع هدك الفائد نتاع الورقة وتنحتفظ بها بالنسبة لفائد نتاع الورقة رغات تحتفظو بها غاتي تخدمو بها كبسيط لات او لا مو ملاحات لا ما ترضعش هرح تفضو بيفل مجمد صافي تنحط لبسيط لاتنتوعي بسيط لحظة بسيط لحت تنساليهم تنجيب هنا زيت نباتية وتنضف لها شوية تاع السودانية او هلا شوية تاع الفلفلة حمرة شوية تاع الملحة باش تجيني الورقة بنينة وتجي في نفس الوقت محمرة وفيها واحد اللوين اللي هو زوين صافي تندهن لبسيط لاتنتوعي كاملين البنات بديك زويتا هني را تنكون شعلت الفران يكون سخون من الافضل يكون سخون باش ندخل لبسيط لاتنتوعي وتقرمشو تندهنهم كاملين بديك زويتا كفما قلت لكم هنا يخدم تغير بالزيت النباتية درت لها شوية تاع الفلفلة حمرة ممكن تضيفو حتي شوية تاع البودرة تاع التوم را دائما تنخدم بيوم تنقول لكم را تيبننوا الورقة باش هكا ما تجيكمش الورقة بس لا تنعرفوا بان الورقة بعد خطرت تتكون مستوسة باش ما تجيكمش بس لا وصافي صافي تندهنها وتندخل بسيط لاتنتعي تنقص عليهم العافية تنمهالها مزيان لكن تغادي نحتفظ بيوم را تنشعل عليهم الابنات تنطيبهم نص طيبة على هاد القياس هادتي طيبهم مش تتحمروا بزاف صافي وتنحتفظ بيومي لكن تبتوا طيبهم وتقدمهم را تتشعلوا الفران تتمهلوا العافية وتتبسعوا طاول الفوق وتتخليوا هالبنات طيب وتتحمر على خطرة من تحت عاد باش تتشعلوها تخدلهم من الفوق انا انا هي غادي نحتفظ بيوم كيف مما قلت لكم طيبهم نص طيبة تنديرهم في البواطة بين كلها تبقى و تبقى تندير البلاستيك وتندخلهم من المجمد اقت ما بغيتهم مباشرة من المجمد الطاوام تندهنهم بزوية عود داني وتندخلهم الابنات طيبه مباشرة كيف مما قلت لكم من المجمد الفران يكون سخون باش ما تتقطعش لكم الورقة وتتلق لكم الماء كان هذا اول اقتراح نتعلي وما البنات اللي تبغيوا المزيد من الاقتراحات مع لكم غير تعموني بلايك وبرتج الفيديو وحطولي في التعليق قولوا لي اشنا وما الوصفات اللي تبغيوا نجد لكم ان شاء الله كاقب الرمضان اللي يكونوا سهلين واقتصادي اللي على الجيب ولا على كل شي تتعرفوا هاد الغلال اللي طلعت به الوقت اللي يحفظ وعواشر مبروكا البنات اللي ادخل عليكم بصحة والسلامة وشكرا لكم بزافة اللي بنات اللي سولوفية نقول لكم شكرا لكم و الله يكبر بكو مجیزي